بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله جل جلاله أن يجعل القرآن شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل كتاب ربنا جل جلاله القرآن العظيم كتاب الهدى والنور والفرقان والتبيان هذا القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين القرآن العظيم من جعله أمامه قاده إلى رضوان الله وجنته ومن جعله خلف ظهره زجه في قفاه حتى يلقيه على وجهه في نار جهنم القرآن العظيم هذا الكتاب الذي من اتبع ما فيه من الهدى هدي ومن فارق وخالف ما فيه من الهدى ظل فالمتبع داخل في الضمانة الربانية التي أعلنها الله عز وجل للبشرية ومن فارق القرآن وترك هداه خرج عن تلك الضمانة الربانية وهذه الضمانة الربانية هي في كتاب الله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وفي قوله عز وجل فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلذلك لا بد أن يكون للقرآن معنا شأن وشأن عظيم ولا بد من أن يطمئن الإنسان أنه سلك مع هذا الكتاب العظيم ما يدخله في تلك الضمانة حتى يطمئن بأنه على هدى وبأنه بعيد عن الضلال والشقى وهذا أمر كما نذكر به بين الفينة والأخرى متحقق للإنسان المسلم مع القرآن إذا تعامل معه بأربعة أمور فلا بد للمسلم من أن يقرأ القرآن وأن يسمع القرآن وأن يسمع القرآن ولا يكون من الهاجرين في قراءته للقرآن وفي استماعه للقرآن وفي إسماعه للقرآن ثم إذا أدى الحق الأول فإنه عندما يقرأ أو يسمع أو يسمع فإنه مأمور بأن يتدبر ما قرأ وما سمع وما أسمع وأن يجتهد في فهم مراد الله سبحانه وتعالى وأن هناك تحذير من قراءة القرآن بدون تدبر وتلاوته بدون تفهم فقال الله عز وجل آمراً وموجهاً لهذا الحق العظيم نحو القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال معاتباً قريش التي نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاهوا عليهم وأسمعهم آيات الله لكنهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا فقال الله عز وجل لهم ويدخل في ذلك كل من عمل عملهم مع القرآن فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فهذا الحق الثاني الذي ينقلك خطوة وخطوة رئيسة نحو الدخول في تلك الضمانة العظيمة فإذا حصل التدبر ووصلت إلى الفهم وإدراك مراد الله وفق منهج سليم صحيح أوصلك إلى معرفة المراد من كلمات الرب جل جلاله في هذا الكتاب العظيم انتقلت إلى الحق الثالث وهو التذكر الانتفاع بما قرأت وسمعت وأسمعت وبما تدبرت وفهمت عندما يحصل في قلبك الإيمان واليقين وعندما تجد في أعماق نفسك التصديق وعدم الشك بل الرضا والقبول في داخل نفسك وأعماق قلبك فعندها يكون الإيمان بحقائق القرآن وعندها تكون دخلت في أعماقي هذا الصراط المستقيم وهذا الطريق نحو هذا الكتاب العظيم ثم يكون عنوان ومصداق ما بنيت وأسست بتلك الأمور الثلاثة عندما تجد جوارحك تنقاد وتخضع وتعمل وتتحرك بثبات ودأب واستدامة وديمومة وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وعندها يكون الإنسان عقد عقدا صحيحا سليما بينه وبين كتاب ربه عز وجل وعندها يكون أدخل نفسه في تلك الضمانة العظيمة الموعود عليها بذاك الوعد العظيم أنه لا يضل ولا يشقى وأنه لا يخاف ولا يحزن ومن أعطيت له تلك الضمانة العظيمة فأي شيء يريد بعد ذلك وهل هناك غاية للعاقل إلا أن يكون مفارقا للضلال مفارقا للشقاء مفارقا للخوف مفارقا للحزن داخلا في الهدى داخلا في الأمن داخلا في الراحة والطمأنين والسعادة في دنياه وفي أخرى فلذلك هذا الأمر العظيم الذي حقيقة كلما فتحنا كتاب الله وكلما سمعنا تال للقرآن وقارئ يقرأ آيات الرحمن تذكرنا هذا الطريق العظيم الذي به نكون وصلنا أنفسنا بكتاب ربنا عز وجل وصلا صحيحا سليما وعندها يجد الإنسان في نفسه فرحا وسعادة لا تعديلها سعادة يوم أن يرى كثيرا من الناس قد أعرضوا عن هذا الكتاب وجعلوا القرآن عظيم وعندما يرى كثيرا من الناس يقضون الساعات الطوال لفهم كلام البشر ولا يقضون عشر معشار ما قضوا في ذلك مع كتاب ربي البشر وكلام رب البشر جل جلاله في القرآن العظيم محروم والله محروم والله من كتاب الله عز وجل بين يديه ثم بعد ذلك لا يجد هذا الكتاب حظه ونصيبه منه فهذا هو الطريق مع هذا الكتاب العظيم والذي كما قلت نذكر به بين الفينة والأخرى إذ وقوفنا مع القرآن وقوف نحو تحقيق هذه الغايات وهذه المقاصد التي بها نأمل من ربنا عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن وأن يجعلنا ممن آمنوا بهذا الكتاب صدقا وممن تعاملوا مع هذا القرآن بطريق صحيح ما بين أيدينا آيات مباركات من سورة كريمة عظيمة جليلة هي سورة آل عمران وفي ثنايا واقعة عظيمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلت مرحلة من مراحل دعوته فإن النبي مبلغ ما على الرسول إلا البلاغ وإن النبي يجادل بالتي هي أحسن وإن النبي رؤوف رحيم ساع في إصلاح الناس وإرجاعهم إلى الحق وإن النبي متبع لكلام ربه عز وجل لا يحيد عن هدى الله ولا يحيد عن أمر الله وعن صراطه المستقيم وإن الله عز وجل عود نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيده وأن ينصره وأن يربط على قلبه وأن ينزل عليه من القرآن ما يجعله قائماً بحق البلاغ خير قيام فكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق هذا الكتاب قراءة وتأملاً وتدبراً ولنا فيه قدوة صالحة في هذا الأمر العظيم في قيامه بتلك الحقوق كلها التي أشرنا إليها الأربعة فإننا نجده صلى الله عليه وسلم كان القدوة والأسوة لأصحابه ثم لأمته في التعامل مع هذا القرآن ونجد كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن حين يتلوه وكيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالقرآن حين يمتثل أحكام القرآن فيظهر أمام الناس النموذج القائم بكلام الله عز وجل كما قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن وعندما كان أيضا يبلغ هذا الدين كما جاء في كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وكان من أعظم التأييد وأعظم النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه هذا الكتاب الذي كانت آياته تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تترى بين الفينة والأخرى بحسب تلك الوقائع والأحداث التي كانت تحدث له في مسيرته الدعوية وقيامه بذاك الحق العظيم في أمر البلاغ كيف كانت آيات القرآن العظيم تتنزل عليه لتبين له المطلوبة من الموقف في كل واقعة من تلك الوقائع وبين أيدينا ومنذ أن بدأت السورة وإذا بنا أدركنا أن هذه السورة وأولها ونصفها الأول ما لا يقل عن نصفه الأول كان في تلك الواقعة العظيمة واقعة وفود نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الحال التي كانت في الحوار والجدال وعرض الحق من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوفد خصوصا أن ذلك الوفد كان فيهم وجهاء نصارى نجران يتقدمهم أميرهم ثم القائم على أمرهم ثم عالمهم فكان وجود هؤلاء وهم بهذه المكانة كان محل حقيقة العناية والاهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليهم الحق أن يعرض عليهم الحق وأن يجادلهم في هذا الأمر وأن يبدل قصارى جهده في أن يعودوا إلى الحق ثم كيف أيضا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الطريق مفتوحا بينه وبينهم عندما لم يقبلوا وعندما وصلوا إلى مرحلة خافوا أن إيمانهم بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد يفوتهم مصالح دنيوية وكما قلنا كان عالم نصارى نجران يعتبر من كبار علماء النصارى في ذلك الزمن ولذلك كان نصارى نجران يحظون بعطايا عظيمة كبيرة من قيصر الروم لمكانة عالمهم في ما هم فيه ورأينا منذ أن بدأ ذاك الحوار ومنذ أن بدأ عرض القضية من أولها رأينا كيف كانت الطريقة الربانية في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمناقشة ذلك الوفد وكيف كان عرض هذا الأمر عرض الحقائق التي لا يمكن أن تخفى وكان عرض من فعلا يتبين أنه حريص على هداية ذلك الوفد وأن يعودوا إلى الحق وتجلية الأمور وكيف كان التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم بعرض التأريخ الصحيح وأحداثه وأحداثه التي وقعت كما كانت بدون زيادة أو نقصان وكيف كان كيف كان قصر ما يذكر من التأريخ مما له مساس بواقع هؤلاء الوفد وبما يحتاجون إليه وبما يكون سببا في أن يعودوا إلى الحق وكيف كان تجرية تلك الحقائق كلها فإذا نجد أن تلك الآيات كيف عرضت ذلك الأمر ثم عرضت قضية النبوة وقضية الرسالة وبنت ذلك الأمر على الحق العظيم للرب جل جلاله أنه هو صاحب الحق أن يصطفي وهو صاحب الحق أن يختار وهو الذي أراد أن يكون الطريق لما بينه وبين عباده في إيصال هدى أن يكون الطريق هم الأنبياء والرسل اقتضت حكمته جل جلاله أن يجعل هذه الصفوة من الأنبياء والرسل هم من ينقلون وهم من يبلغون وهم من يبينون للناس أمر الله سبحانه وتعالى ثم أنه اصطفاهم واختارهم وميزهم بميزات كان من أعظمها أنهم موصوفون بالصدق بالصدق ولذلك لا يمكن أن يكون المبلغ عن الله عز وجل إلا وهو صادق فكل نبي هو أصدق قومه وأصدق من بعث فيهم وأنهم يعرفوه بذلك فإذا هذه الصفوة يختارها الله ويصطفيها الله لذلك يبين أن ذلك الأمر حقه جل جلاله فمما قال في بيان هذا الأمر الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير فهو الذي يختار من الناس صفوة ويجعلهم رسلا وأنبياء وأن هذا حقه جل جلاله فحقه أن يجعل الطريق في إيصال هداه للناس عن طريق الأنبياء وحقه أن يصطفي من الناس من يجعله نبيا أو رسولا وأن هذا الأمر لا ينال برتبة يترقى فيها الإنسان باجتهاد نفسه ولكنها ولكنه ولكنه اصطفاء الله واختيار الله سبحانه وتعالى ثم أن ذلك الأمر متتابع عبر خط زمن وجود الإنسان وإن من أمة إلا خلا فيها نذيء وكان الرسل تترى يبعثون في الناس والله عز وجل بيّن ذلك في كتابه وذكر فئة منهم بأسمائهم وأقوامهم بل ومنهم من ذكر البلد الذي بُعث فيه وأرسل ثم أخبر سبحانه وتعالى عن شيء مما وقع لهم مع أممهم وأنهم وأخبر عن نقاط التلاقي بينهم والذي عُرِف بعد ذلك عند العُلَمَاء بالدين المُشترك وهو الأمر الذي تلاقى عليه الأنبياء والرسل في بلاغ هُدى الله عز وجل وكان هناك بعض الأمور التي كان لبعضهم دون بعض مُراعاةً ل الزمن والحال والإشكال الذي كان في القوم الذين بُعث فيهم فكل ذلك نجده في كتابه بالله ولكن الذي ينبغي أن نتعامل مع هذا الأمر هو إيمان بالأنبياء والرسل جميعا وأنهم مُبلغين عن ربهم عز وجل وأنهم كانوا وأنهم وجدوا كما ذكر الله عز وجل فنؤمن بوجودهم وأنهم بُعثوا في أممهم وأنهم مُبلغين عن ربهم وأنهم نصحوا لأقوامهم وأنهم وجدوا من الناس معاناةً وأنهم وجدوا من آمن بهم كما وجدوا من كذب ولم يصدقهم وأن الله عز وجل نصرهم وأيَّدهم وأن كل منهم يؤمن بإخوانه الذين سبقوه إذن هذه قضايا عظيمة حقيقة عندما نستعرض لقضية النبوة في كتاب الله سبحانه وتعالى فإننا نأخذ هذه العبر العظيمة والآيات تحدثنا عن آخر رسل وأنبياء بني إسرائيل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا النبي الكريم هذا النبي العظيم هذا الرسول الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل هذا الرسول الذي هو واحد من أولي العزم من الرسل كبار الأنبياء والرسل أولئك الخمسة فعيسى عليه السلام واحد منهم صلوات الله وسلامه عليه ورأينا كيف القرآن العظيم يعرض قضيته من خلال سورة آل عمران لتتلى وليسمعها نصارى نجران وليتبين ما هم فيه من ضلال وخطأ وانحراف في التصور عن ذاك النبي الذي زعموا أنهم يتبعون رسالته ويسيرون وفق شريعته وأنهم سائرون على هديه فيأتي القرآن ليبين أنهم قد ظلوا أنهم قد ظلوا ظلوا الطريق الصحيح وأنهم خدعوا بما حدث من التحريف في ذلك الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام ثم في التصور نحو نبي الله عيسى عليه السلام ورأينا كيف أن الآيات التي مرت معنا بيّنت لنا بكل وضوح وجلاء أن هذا النبي الكريم عبد من عبيد الله وخلق من خلقه ولكن كانت خلقته آية وخروجه إلى الدنيا كان آية وله شبه في خلقة آدم الذي خلقه الله من غير أب وأم وأوجده على غير مثال وكان وجوده ابتداء لهذا الجنس من المخلوقات وهو الإنسان ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الذرية تناسل عبر ذاك التلاقي بين الذكر والأنثى وجعل ذلك سنة ثابتة في أمر التكاثر لبني آدم ثم يأتي عيسى عليه السلام ليكون له وجود بين خلقة آدم وبين تكاثر الذرية فيخلقه من أم بدون أب فيكون خلقته آية وهذا ما مر معنا في الآيات السابقة ثم كيف كان موقف أمه عليه السلام الصديقة العفيفة التي ذكر الله عز وجل صديقيتها وعفافها في كتابه الكريم وأنها كانت قمة في العفاف وفي العبادة ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصف عظيم من الرب العظيم لهذه المرأة وصف في عفافها ووصف في صديقيتها ووصف في إيمانها وأنها كانت من أصحاب تلك الدرجة العلية من القانتين إذن في كتاب الله عز وجل نصرة لمريم وما اتهمت به من بني إسرائيل ونصرة لنبي الله عيسى وما اتهم به من بني إسرائيل ونصرة أيضا في القرآن لمن غالوا في عيسى عليه السلام وأخرجوه عن دائرة البشرية ووصفوه بتلك الأوصاف التي أدخلوه في دائرة الألوهية فجاء القرآن ليبرئه من نظرة التقصير في حقه والإزدراء به وبأمه وأيضا نصرته من نظرة الغلو الذي أخرجته من أنه رسول وأنه نبي وأن وجوده كان آية للناس فجاء القرآن ليعرض موقف الحق وكان وقوفنا عند قول الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وتبين لنا أن هنا نجد سبحان الله الطريقة القرآنية التي ذكرت في كتاب الله في طريقة بيان الإيمان والتوحيد وطريقة إقناع المخاطب بإفراد الله عز وجل بالعبادة والاستجابة لأوامره وأحكامه وأن طريقة القرآن أن يؤسس هذا الإقناع على بياني ما لله عز وجل من الحق في الربوبية ما لله من الحق في الربوبية فهو رب كل شيء هو مالكه هو خالقه هو موجده هو العليم به هو معطيه ما كان حيا معطيه الحياة ما كان مرزوقا معطيه الرز فهو رب العالمين وقلنا في تلك اللطيفة أنه لم يرد في القرآن لفظ الرب إلا مضافا ربنا ربكم ربي فإذن تلك الإضافة لتشعر المخاطب دائما بعظمة الإنعام الرباني على كل شيء في الوجود وبالأخص نعمتي الخلق الإيجاد من بعد العدم ونعمة التعليم وهذه بالنسبة للإنسان فنعمة الإيجاد لكل موجود هي نعمة من الرب جل جلاله ونعمة التعليم لهذا الإنسان المعلم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وعلم آدم الأسماء كلها نعمة التعليم هذه النعمة العظيمة ولذلك نجد في القرآن إذن كلمة الرب هذا الاسم العظيم لربنا الجليل جل جلاله فإنها لم تأتي بالقرآن إلا مضافة وذلك ليشعر دائما بهذا الأمر الذي أشرت إليه فلذلك نجد هذه هي الطريقة القرآنية يؤسس القبول بالنسبة للمتلقي القبول لما جاء من عند ربه أن الذي أمر بذلك هو ربه خالقه موجده رازقه محييه الله جل جلاله ربه كل شيء فلذلك ثم أن أعظم ثمرة وأولاها وأهمها لمن آمن بأن الله ربه وأنه ربه كل شيء الثمرة الأولى والرئيس والأعظم هي أن يعلم أن حق الله عز وجل عليه أن يعبده وأن لا يشرك به شيئا وأن يفرده بالعبادة ثم هذا صراط مستقيم ونحن نعلم أن الصراط الطريق ليس هو غاية لذاته وإنما الطريق يوصلك إلى الغاية وأن الطرق منها الطويل ومنها القصير ومنها ما يوصل إلى الغاية التي تريد ومنها ما لا يوصل فيوصف هذا الطريق طريق الإيمان بالربوبية بالله وإفراد الرب جل جلاله بالعبودية أن هذا صراط مستقيم فإنه أخصر الطرق وأضمن الطرق التي توصلك إلى الغاية ما هي الغاية أن تصل إلى الله أن تصل إلى الله وأن تصل إلى رضوان الله وأن تصل إلى جنة الله وأن تصل إلى عطاء الله وكرمه وجوده وإحسانه وإنعامه ومكافأته ومجازاته بالحسن فما هو الطريق الذي يوصلك إلى هذه الغاية السعيدة الجليلة العظيمة أن تؤمن بأن الله هو رب كل شيء وأن تعبده وحده لا تشرك به شيئا تعبده لأنه ربه وتفرده بالعباد لأنه رب كل شيء فكل الوجود مربوب له وهو الرب جل جلاله إذن هذا هو الصراط المستقيم فلذلك عيسى عليه السلام يقول لقومه هذا الأمر إذن نقول من الدين المشترك بين الأنبياء أنهم يدعون الناس إلى عبادة الله ومن الطريقة المشتركة بين الأنبياء في البلاغ التذكير بالربوبية ليبنى عليه أمر الألوهية والربوبية جعل في صدور الناس وفي قلوب الناس مقدمة للإيمان بها وهي الفطر فتأتي شرائع الأنبياء لتكمل تلك الفطر في العلم بقضايا الربوبية وتكملها بناء وتوسع دائرة أثرها على الإنسان حتى يصبح ذلك أعظم مؤثر في قبول الدعوة بإفراده جل جلاله بالعبودية فإذن هذه طريقة الأنبياء فإذن عندما نقول أن هذه طريقة القرآن كتشريع نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتكليفا لأمته بأن تسير وفقه فإننا نعلم أيضا أنه على نفس الطريق كان الأنبياء يفعلون مع أممهم فيذكروهم بالربوبية ويدعونهم للألوهية ويجمعون بين هذين الأمرين بهذه الطريقة التي يذكرها الرب جل جلاله ويعرض لنا تاريخ الأنبياء وهم يدعون أممهم ويخاطبون أممهم أمام هذا البلاغ من عيسى عليه السلام وبنوا إسرائيل نسبوا إلى نبي وهو يعقوب عليه السلام وهو يعقوب وهو إسرائيل وبنو إسرائيل تتابعت فيهم الرسل والأنبياء والرسل دعوهم إلى هذا الأمر الذي يجدده عيسى عليه السلام لهم ولكن هنا أن هؤلاء القوم مع كثرة من بعث فيهم من الأنبياء والرسل إلا أنه كان الإعراض فيهم مستمر وعدم التصديق فيهم موجود وهذا كان أمر قائم ثم هناك خلل من جهة أخرى وهو خلل التبديل والتحريف والتبرير للتبديل والتحريف ممن ينسبون إلى العلم منهم وهذا ما وقفنا معه في آيات كثيرة في سورة البقرة ورأينا كيف أن القرآن العظيم يخاطب هؤلاء القوم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذلك الانحراف الذي حصل من آبائهم والذين هم مستمرون وسائرون على نفس الطريق يبين لهم ذلك علهم يعودون ويرجعون وكانت فئة ثالثة إذن فئة كفرت ولم تقبل وفئة دخلت وأقبلت لكنها حرفت وفئة إنقادت لذاك التحريف وفئة آمنت وصدقت وهنا نجد أن القرآن العظيم يخبرنا عن من آمن بموسى عليه السلام ويخبرنا عن سليمان ومن آمن معه وعن داود عليهم الصلاة والسلام ومن آمن معه ويخبرنا عن يونس ومن أنبياء بني إسرائيل وشعيب وغيرهم ولوط فإذن كانت النبوة متتابعة في بني إسرائيل وكان الموقف وفق تلك الأقسام الثلاثة مؤمن صادق ومن أعلن الإيمان ثم دخلوا في دائرة التحريف إما فعلا منهم أو قبولا لذلك الأمر ومنهم من لم يقبل فهنا وعيسى عليه السلام بعث فيهم إذن هي دلالة على أن ذاك الانحراف كان حاصل في زمن وذاك الصدود كان موجودا في زمن من فئة من بني إسرائيل وكان هناك فئة ثابتة على الحق فلذلك خاطبهم بهذا الخطاب فماذا كان الموقف من بني إسرائيل لرسول الله عيسى وهو يقول لهم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم لا تعبدوا غيره لا تعبدوا غيره واتبعوا أمره ولا تخالفوه قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون فلما أحس الإحساس الإحساس هو الإدراك ببعض الحواس الخمس وهذه الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس هذه الحواس الخمس فيقول الله فلما أحس هنا يعطي أن عيسى عليه السلام قام بأمر البلاء وأوصل رسالته إلى بني إسرائيل وبلغهم أنه مرسل من ربه وبيّن لهم المعجزات التي أيده الله عز وجل بها لتكون دليلا على صدقه والتي سبق ذكرها في الآيات السابقة فماذا كان الموقف من بني إسرائيل قال فلما أحس عيسى منهم الكفر أحس إذن قلنا مرتبط بهذه الحواس فقال العلماء فلما رأى إذن استخدام حاسة البصر ومنهم من قال فلما علم ورأى علم ورأى إذن هنا سماع ورؤية وأن ذاك السماع والرؤية دلته على أنهم لا يؤمنون به ولا يصدقوه فلما أحس عيسى منهم الكفر سما ذلك الفعل منهم كفر وهذا الكفر منهم مرتبط به وبما جاء به فهم منكرون لما نزل عليه وللمعجزات التي أيد بها وهم جاحدين لنبوته غير مصدقين فسمى الله ذلك الأمر كفرا منهم فلما أحس عيسى منهم الكفر وفيه حقيقة أيضا إشعار إلى الفطنة التي ينبغي أن يكون عليها من يدعو إلى الله وأن يتفطن إلى موقف الناس من دعوته فلما أحس عيسى منهم الكفر قال أي خاطب قومه قائلا من أنصار إلى الله وهو يعطي دلال على أنه اختلط الأمر منهم نحوه وكأن الفئة الغالبة هي لم تقبل وأن هناك فئة من قبلت فقال من أنصار إلى الله من أنصار النصير أنصار جمع نصير والنصير هو المعين لمن طلب النصرة بقوة على بغيته النصير هو المعين لمن لمن طلب منه النصرة وأن تكون تلك النصرة في الغالب بقوة باستخدام قوة على أي شيء ينصره على تحقيق بغيته إذن هذا النصير فعيسى يقول لقومه من أنصار إلى الله إذن هو يطلب من قومه أن من كان بهذه الكيفية معين له على بغيته ما هي بغيته إن الله ربي وربكم فاعبدوا فلذلك من أنصار إلى الله أي من أنصار في السبيل إلى الله الذي هو الصراط المستقيم من أنصار في هذا الطريق ومن المفسرين من قال من أنصار إلى الله أي من أنصار مع الله بمعنى من يضم نصرته إلى نصرة الله لي كأنه يقول يغريهم بأن يكونوا من أنصاره حيث أن الله ناصر وأن من سينصر سيكون مع الله عز وجل في نصرته وأن ذلك شرف وتشريف لهم إذن الأمر الأول أي من أنصار إلى الله بمعنى من أنصار إلى السبيل إلى الله يكون معي في هذا الطريق ويثبت معي في هذا الطريق حتى نصل إلى الغاية وهو الوصول إلى الله جل جلاله من أنصاري إلى الله والمعنى الثاني كما أشرت إليه وعرفنا ما معنى النصير قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن نا مسلمون الحواري الحواريون جمعوا حواري وأصل الحواري من الحور والحور هو شدة البيار والحور نقاء بياض العين وحورت الثوب بيضته إذن هذا أصل اشتقاق هذه الكلمة ومن هنا من العلماء لما كانت هذه الكلمة بهذا الاشتقاق فقيل أن الحواريين سموا بهذا الاسم لبياض ثيابهم أي أن هذه كان لباسهم وعرفوا به فلذلك سموا بهذا الاسم ومنهم من قال أنهم كانوا قصارين أي ينظفون الثياب فيحورون الثياب أي يبيضون ها ومنهم من قال بل هذا اسم لأنصار عيسى عليه السلام وأن الحواريين بمعنى خاصة الأنبياء خاصة الأنبياء وسموا بذلك لنقاء قلوبهم وصفائها فإذن قال الحواريون إذن فئة من المخاطبين فئة وليس كل المخاطبين لأنه قال فلما أحس عيسى منهم الكفر إذن هناك من بدأ يظهر منه الكفر بعيسى جحودا به وإنكار وإنكار لمعجزاته وعدم تصديق بما نزل عليه من الآيات وهم المعبر عنهم منهم فلما أحس عيسى منهم الكفر وفئة قبلت وهم المعبر عنهم بالحواريين قال الحواريون نحن أنصار الله أي هو قال من أنصار إلى الله فقال هؤلاء نحن أي أعلنوا عن أنفسهم وأظهروا موقفهم من نبي الله عيسى عليه السلام قال قال الحواريون نحن أنصار الله وبهذا القول وبهذا الموقف من الحواريين أصاب الفضل من ربهم عز وجل وهذا أيضا ما ذكر في سورة الصف في سورة الصف كما ذكر الله عز وجل عن الحواريين قال نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إذن نصروا رسول الله فنصرهم الله نصروا رسول الله عيسى عليه السلام فنصرهم الله وأيضا كما قلنا أن الناس انقسموا إلى هذين القسمين قسم كفر بعيسى عليه السلام وقسم آمن به وأيده ونصره وهذا مذكور الآن هنا وأيضا كما يعني ذكرت في سورة الصف في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فإذن هذا عيسى عليه السلام ثم أيضا نداؤه وموقف الحواريين منه وكيف انقسم بن إسرائيل أمام بعثته عليه الصلاة والسلام بين مصدق ومكذب فإذن قال الحواريون نحن أنصار الله هذه الكلمة وانظروا إلى جوابهم الكامل فأولا أجابوا على السؤال قال من أنصار إلى الله قالوا نحن أنصار الله فوافق الجواب السؤال وأيضا أن جوابهم كان عن علم بما يتطلبه الدخول في هذا اللقب أنصار الله ما هو المطلوب قالوا آمنا بالله فاعبدوه قالوا آمنا بالله إذن هم استجابوا لدعوته هناك دعاهم قال فاعبدوه وقال من أنصار إلى الله فجاء الجواب متفقا مع الأطلبين إن الله ربي وربكم فاعبدوه فقابله هنا قالوا آمنا بالله وفي قوله من أنصار إلى الله قابله نحن أنصار الله ثم يطلبون لأنفسهم يطلبون لأنفسهم وماذا طلبوا لأنفسهم طلبوا أن يكون شاهدا على موقفهم ذلك والذي عبروا عنه بكلمة ثالثة إذن الأولى نحن أنصار الله استجابة مع طلبه من أنصار إلى الله وآمنا بالله استجابة لقوله فاعبدوه واشهد بأننا مسلمون أي أننا عندما تؤمن قلوبنا وتخضع جوارحنا تصديقا ونصرة لك وتأييدا لك ودفاعا عنك فإننا نحن المسلمون المستسلمون لأمر الله ظاهرا وباطنا المصدقون بمن بالرسول الذي أرسل إليهم واشهد بأننا مسلمون هنا وقف العلماء قالوا طلبوا عيسى عليه السلام النصر من ينصره من أنصار إلى الله سبب الاستنصار ما هو بالحواريين فمن العلماء من قال طلبوا النصر لأجل حمايته من الكفار الذين أرادوا قتله لأنه أحس وكلمة الإحساس بمعنى كأن هناك كلام يصل إليه وتدبير وكيد كما يأتي بعد ذلك في الآية التي بعد هذه الآية وأن فعلهم مبني على كيد ومكر فلذلك جاء التعبير هنا بكلمة فلما أحس وهي تعطي دلالة أن هناك شيء ظاهر وهناك شيء خفي يراد به فلذلك طلبا من يكون ناصرا له وحاميا له من الكفار الذين يريدون قتله وحمايته لأجل أن يبلغ دعوته ولا يصلون إليه بذلك الضرر من أنصار إلى الله ومن العلماء من قال أن سبب الاستنصار تمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف أن يتميز المؤمن من الكافر لأنهم كانوا مجتمعين فأراد أن يظهر ذلك التمايز وأن يعرف من المصدق به ومن المكذب به ومنهم من قال أنه طلبا النصرة ليتمكن من إقامة الحجة على بني إسرائيل كلهم وأن يكرر ذلك عليهم وإن نظرنا فلا مانع من تلك الأمور أن تكون كلها موجودة وأن تطلب النصرة لتحقيقها أن يدفع عنه القتل أن يتمكن من البلاغ أن يتميز أهل الحق من أهل الباطل فإذن قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون يعني اشهد وكما هو معلوم أن الأنبياء يأتون يوم القيامة ويشهدون لأممهم يشهدون لمن آمن ويشهدون على من كذب بهم وكفر وهذه الأمة الخاتمة هي ستأتي يوم القيامة شاهدة للأنبياء على أنهم بلغوا وشاهدة على أنهم قاموا بهذا البلاغ وأن من كفر من قومهم كفروا بعد قيام البلاغ عليهم وذلك تصديق بما جاء في كتاب الله عز وجل عن خبر أولئك الأنبياء ثم يقول الله عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إذن هنا بعد أن أجمل الجواب في الأول أنهم قالوا نحن أنصار الله آمنا بالله فجاء أيضا شيء من التفصيل من بعده يدل على أن موقفهم كان عن يقين وكان عن وضوح وكان عن استسلام كامل وتصديق تام لنبي الله عيسى فلذلك قالوا ربنا إذن الأساس والباب العظيم في الدعاء والمناجاة هو هذا الاسم العظيم الرب والذي يفتح القلب للقبول أن تذكر اسم الرب فإنه يجعل هذا القلب يقبل على الاستجابة لأمر الله والانقياد لأمر الله والطاعة لله أن الإنسان يجد لها قبولا في أعماق نفسه ورضا وطيب نفس ولا يجد ثقل وهو يستجيب لأمر الله عندما يتذكر معاني الربوبية فلذلك ها هم يقولون ربنا فأنت ربنا ثم يعلنون آمنا آمنا بما أنزلت والإيمان بالمنزل إيمان بالمنزل وهذا الأول ثم إيمان بما أنزل آمنا بما أنزل أي صدقنا بأن هذا الذي أنزلته على نبيك عيسى عليه السلام أنه حق وصدق بل من العلماء قالوا في قولهم آمنا بما أنزلت أنه أعم من الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام بل هو إعلان الإيمان بجميع ما أنزل جل جلاله من الكتب السماوية على الأنبياء والرسل وأنهم أعلنوا إيمانهم بذلك فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت أي أنت وهو يعطي دلال أنزلت أن الكتاب نزل من الأعلى وكما قلنا دائما أن هنا في كلمة أنزلت فيها إعلام بأن الله جل جلاله هو العلي الأعلى وأنه في السماء وكذلك النزول من الأعلى على أن النزول من الأعلى يعم وفيه عموم وكذلك النزول من الأعلى على أن الشيء أعلى فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أي اتبعنا الرسول الذي نزل عليه ذلك الكتاب فكنا متبعين له مطيعين له مصدقين بما يخبر عنه وما خالفناه في أمر جاء به إذن سبحان الله هذا التفصيل في إخبارهم وإعلامهم هو يعطي دلاله ما حق كلمة الإيمان إذن هي إيمان بالكتاب واتباع للرسول وعبادة لله جل جلاله وحدا إذن هذه الأمور العظيمة التي التي تحقق معنى الإيمان وتدل على صدق من نسب نفسه إلى هذا الطريق واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين الشاهدين الأنبياء شهود على أممهم الأنبياء شهود على أممهم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على جميع الأمم وكذلك من يشهد بالحق شاهد ومن يقر بالحق والتوحيد ويصدق الرسل ويعلن ذلك فإذن هو شاهد فهنا يطلبون لأنفسهم وهذه الأقوال التي أشرت إليها كلها ذكرها علماء التفسير فمنهم من قال فاكتبنا مع الشاهدين أي مع الأنبياء إجمعنا معهم يوم القيامة إذن طلبوا لأنفسهم علو الدرجة في الآخرة فاكتبنا مع الشاهدين قالوا المقصود اكتبنا مع من يشهدون بالحق فإننا أمام تلك المرحلة وكفر الفئة الأغلب من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا بالحق في وقت الحاجة إلى من يشهد بالحق وأن عيسى عليه السلام هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من قالوا فاكتبنا مع هذه الفئة ومنهم من قال أيضا مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام نصف في درسنا القادم بمشيئة الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر